حرب دبلوماسية لا تكاد تهدأ حتى تعود وتشتد وتأخذ أبعاد أكبر مما كانت عليه بين روسيا والغرب بشكل عام ودول حلف شمال الأطلسي الناتو بشكل خاص على خلفية الصراع الروسي الأوكراني القديم المتجدد تهديد روسي لحلف الناتو وتحذير من عواقب انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الحلف حيث اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو أن انضمام أوكرانيا للناتو خطوة خطيرة للغاية عقب تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون بهذا الخصوص وتأكيد أوستون على دعم واشنطن لكييف في تطلعاتها الأطلسية وتصعيد حدة لهجته تجاه موسكو التي اتهمها بزعزعة الأمن والاستقرار في أوروبا تعكس أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار في البحر الأسود وما حوله طموحاتها لاستعادة موقع مهيم في المنطقة ومنع تحقيق السلام في أوروبا نحن نبحث حاليا في وضع قوتنا وأين تنتشر مواردنا في جميع أنحاء العالم أعتقد أن وضعنا في المنطقة لا يزال يمثل تهديدا حقيقيا لروسيا ويمكن قوات الناتو من العمل بشكل أكثر فاعلية إذا فشل الرد من جانبه شدد الرئيس الأوكراني فلودمير زلينسكي خلال استقباله أوستون في العاصمة الأوكرانية كييف على دور الولايات المتحدة في الحفاظ على أمن واستقرار بلاده وسيادة أراضيها عبر تقديم مساعدات عسكرية للجيش الأوكراني بملايين الدولارات لمواجهة الانفصاليين المدعومين من روسيا في إقليم دومباس شرق البلاد أود أن أشكرك أنت والرئيس بايدن شخصيا طلقينا ستين مليون دولار كمساعدة عسكرية تحدث عنها الرئيس خلال زياراتي ونحن ممتنون جدا وجيشنا ممتن أيضا للدعم الذي قدمته الولايات المتحدة أمريكا اليوم هي الشريك الأمني الأول لأوكرانيا في هذه اللحظة الخطيرة وأثناء الصراع في شرق البلاد دعم كييف لم يقف عند الناتو والولايات المتحدة فحسب بل إن بريطانيا تتفاوض هي الأخرى مع أوكرانيا بشأن بيع أسلحة وصواريخ من نوع أرض أرض وصواريخ للطائرات وهو ما اعتبرته موسكو تشجيعا للاستفزاز الأوكراني في إقليم دومباس وابتعاد كييف عن الحل السياسي دعم غربي معلن لأوكرانيا في حربها المستمرة مع روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم ودعم الانفصاليين شرق البلاد دعم لا ينبئ بتهديئة قريبة أو حل سياسي بل إنه على العكس من ذلك يكشف عن تصعيد محتمل ينذر بحرب قادمة اشتركوا في القناة